وأنت تجوب شوارع القاهرة القديمة تستوقفك يافطات نحاسية ثبتت على واجهات بنايات سكنية عاش فيها عدد من رموز الفن والثقافة والسياسة وغيرها من المجالات في مصر عاش هنا هو مسمى مشروع ينفذه جهاز التنسيق الحضري بدعم من وزارة الثقافة ومجلس الوزراء يهدف إلى حفظ الذاكرة وتعريف الأجيال الجديدة بمعلومات هامة عن الشخصيات التي بصمت تاريخ مصر في مختلف مناح الحياة تقوم هذه المبادرة على وضع لافتة تعريفية على مدخل البيت أو العمار التي كان يقيم فيها أحد الرواد بلون أزرق تحمل عبارة عاش هنا ونبذة مختصرة عن الشخصية وأعمالها هدفنا أن تفضل ذاكرة هؤلاء المبدعين والرواد للأجيال اللي جاي المهمة أولا لما أجيال الأجيال اللي موجودة النهاردة واللي جاي لما تلاقي لوحة مكتوب عليها بيكار تعرف مين بيكار وقد إيه تأثيره في الفن التشكيلي وإيه إبداعاته للعمل فيه شخصيات رائدة ومهم جدا أن نعرف تأثيرها كان إيه مهم جدا أن الزاكرة المدينة ده نفضل محافظين عليها لما نمشي في شبرة ونلاقي لوحة موجودة فيها عاشت هنا دليدة نلاقي عاشت هنا سيد درويش نلاقي شخصيات مبدعة ومؤسرة في مجال عملها ده كان أنا بعتبر أنه هو جزء من الحفاظ على زاكرة المدينة المبادرة تهدف إلى رسم مسارات جغرافية للحياة الثقافية في مصر بشكل جديد ومختلف يواكب العصر حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة على المشروع من خلال تطبيق ذكي يمكن تحمله على الهواتف وبمتابقته مع الرمز الذي تحمله اللوحة يستطيع العابرة أمامها تمرير هاتفه الذكي عليها ليفتح تلقائيا رابط الصفحة الخاصة بالشخصية على الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية التي تحمل اسمها اللافتة وفي إطار المبادرة التي تواصل عامها الثاني وضع جهاز التنسيق الحضاري بمشاركة ثلة من الشباب أكثر من 270 لوحة لشخصيات عديدة في مجالات مختلفة منها السياسة والثقافة والفن جاء أبرزها الرئيس المصري أنور السادات والفنان عبد الحليم حافظ وسيدة الغناء العربي أم كلثوم والشاعر أحمد شوقي والفنان إسماعيل يسين والأديب طه حسين والكاتب نجيب محفوظ وغيرهم ويستهدف المشروع الوصولة لجميع محافظات مصر التي تزخر بشخصيات عديدة يتم اختيارها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجمعها عنهم قبل إتاحتها للجميع